هلو هلو ايه رأيكم فيه وانا بتحكي عن شيرين اه بعد انتشار كلام كتير عن أزمة شيرينة عبدالوهاب مع أخوها وتقدمها بلاغ ضده ظهر كلام عن إنها ما قدرتش تتحمل كل الضغط اللي بتمر بيه ودخلت ما صح علشان يظهر حسام حبيب في الصورة من تاني ويفاجئ الجمهور بحديثه عن شيرين وده بعد ما قرر يطلع ويشكرها بعد تقدمها بلاغ ضد أخوها وقال إنه حابب يشكر شيرينة على وقفها جنبه وإنها قررت تطلع وتدفع عنه وإنها وضحت للناس إن كلامه صح وكمل وقال أنا مبسوط جدا إنها طلعت تتكلمت مش علشان تكلمت عني لأ خالص ولكن عشان طلعت وتحررت لإني عارفت ضغط النفسي اللي عليها عامل إزاي كمان حسام قال إنه متعاطف جدا مع شيرين وإنه دايماً بيدعلها تتخطى اللي هي فيه وتعدي أزمتها ووضح حقيقة الإشعاعات اللي بتتقال عن دخولها لما صحها وقال إن ده كله مجرد كلام فاضي وإن شيرين في بيتها ولكن وضعها النفسي صعب وده اللي خل الجمهور يتساءل لو لسه علاقتهم ببعض مستمرة وإزاي بيعرف أخبارها طول الوقت بالرغم من انفصالهم ووجود شخص تاني في حياة شيرين فيترى إيه سبب وجوده المستمر في حياة شيرين وبأي صفة